السلام عليكم ورحمة الله لما فكرت في يوم 5 فبراير كعيد فكرت مليا في الأمر ولم أكتب ذكرى بل قلت عيدا أولا لأن رأيان رحمه الله شهيد والشهداء أحياء عند ربنا يرزقون ثانيا لأننا رأينا تضامن واسعا من طرف جميع الشعوب وأحسسنا بحب الناس لنا ونحن نبادلون نفس الحب ثالثا لأننا عرفنا قيمة المواطن المغربي لدى كل المواطن إلى المغاربة الذين كانوا لحمة واحدة ووقفوا وقفة رجل واحد لأننا رأينا بطولة نساء ورجال مغاربة لأن مئات الملايين من البشر تدرعوا لله سبحانه وتعالى وذكروه في صلواتهم وصاحب الحكمة المطلقة اختار أن يكون رايان بجانبه لأنه في هذا العيد سنتذكر كل سنة ما فعله المغاربة لأجل ابنهم وستكون كذلك فرصة لتجشينات في العرم القاروي لأننا أثبتنا بأنه ليس هناك مغرب نافع مغرب غير نافع مواطن نافع مواطن غير نافع أثبتنا بأننا مغاربة يد واحدة ونود أن تستمر هذه المسيرة الآن لمصلحة المواطن لمصلحة العالم القاروي لكي تتحرك الأمور بشكل أفضل رحم الله رايان وليكن يوم الخامس من فبراير يوما وعيدا للتضامن الوطني للحب فيما بيننا ولنبض الكراهية وللاستمرار إن شاء الله نحو كل الازدهار والتوفيق لبلدنا العزيزة ترجمة نانسي قنقر